بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في هذا الدرس راح نجا أنياك عزيز الطالب هنا lesson 7 الدرس السابع لليونت 1 للوحدة الأولى عليها ثمارين بالاكتيفيت بوك صفحة 16 و 17 نار وشرار صفحة 17 كلش مهمة طبعا درسنا لهذا اليوم تحت عنوان good friends اللي هم الأصدقاء الجيدون good جيد وfriends أصدقاء أصدقاء جيدون بعد يقل لك read اقرأ the two emails اقرأ الإيميالات الثانية أول شي راح نقراهن وبعديا نجاوب على ذن الأسئلة ليش لن ذن الأسئلة يردن أجوبها لازم نفهمها ذني حتى نقدر نجاوبهن لو تلاحظ هس أول فكرة بالإنشاء هو الإطار العام أو الشكل العام إليه وطبعا أنت راح يقل لك describing a friend من خلال describing a friend راح تعرف أنه هذا شنوى وصف صديق فخليها ببالك عزيز الطالب هس أول شي لشكل الإنشاء أكو شي اسمه كليشة أولا نجي لهذا ذن الثلاثة اللي فوق ذن ثلاثة to إلى أنت الثاني قاعد أكتب إنشاء المن قاعد أكتب إنشاء إلى زيت أكتب to زيت إلى هدى أكتب إلى هدى أنوار إلى أنوار مثلا إلى خالي فلان my uncle فلان وضحت الفكرة فإلما تريد رسلتي كتبهنها هذا أول شي الثاني منه قاعد يكتب آني علي أكتب from علي أنت دينة أكتب from دينة أنت ليلة أكتب from ليلة أنت جلال أكتب from جلال من جلال هذا اسم كاتب الإنشاء هنا الفكرة الثالثة هي السبجكت شنو السبجكت عنوان الإنشاء مثلا new school year اللي هو عام دراسي جديد لو تقدر تكتب my best friend صديقي المفضل اللي عجبك اكتبه ذن كل شمهمات راح نيجي المهن نيجي لعنا تقدرون تكتبون high وتقدرون تكتبون dear dear auntie amal لكن إذا تريد تود خالك عمك لازم dear عزيزي أما إذا صديقك تكتب high تمشي فهسا dear auntie amal اللي هي عزيزتي خالتي أو عمتي أمال بعد لو تلاحظ تجي للإنشاء الإنشاء عبارة عن جمل كل إنشاء عبارة عن جمل تجي لهاي الجمل تجزئها شون تجزئها أول شغلة تجي للجملة تطلع الكلمة اللي ما تعرفها مثلا أنا أريد أحفظ how are you الare عرفها والyou عرفها الhow ما عرفها أطلعها على صفحة أترجمها وأكتبها وأرجحها للجملة صار عندي ثلاث كلمات أعرف ترجمتهم وأعرف كتابتهم وأعرف معنى أنا أكتبهم how are you أهم شي المعنى يعني أنا أول ما أبدأ إنشائي إيش أقول أقول how are you كيف حالك هاي أول جملة نحفظت أجل الجملة الثانية I am أنا هاي سهلة now الآن سهلة in في سهلة third اللي هو الثالث intermediate المتوسط نجي لكلمة intermediate أول شيء أنا ما عرف معناها المتوسط أطلعها ترجمها وسترجمت لك إياها آني وألزمها قطعها enter أخليها واحد mid خليها اثنين yet ثلاثة وقسمها ثلاثة وأحفظها النوبة أجي أجي هاي أعرفها أكتبها I am now أنا الآن in third الثالث intermediate متوسط أت في school تعرف تكتبها فلاحظوا بهاي الطريقة زي أنا قل لك أستاذ أنا أحفظ منها أنسى منها شنو السبب أنا أقلكم أو أقلك أو أقلك السبب شنو السبب إن مفردات معتكم ما تعرفون الترجمون ما حافظين وسبب هذا اللي أتوا بي هي الملخصات من تحفظ لك كم كلمة بس تريد تعبر من تعبر 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 آخر شي هنا أطيح أطيح بالسادس عدادي هنا أطيح الرابع والخامس أنا أقول لك تنجح ينجحونك لكن هنا لا أنت والله سبحانه وتعالى والورقة فقط ومعلوماتك بس لا مدرس يطيق عشرة لا يطيق خمسة لا يساعدونك كل شي ما كو خليها ببالك فهساش أريد أريد من عندك تلاحظ وإذا أخطأت في الماضي لتعيد الخطأ وحاول تبدي من جديد نجي I am أنا now الآن in third طبعا عندك ثلاثة إنشاءات شوف ثلاثة احتمال الثاني سهل احتمال إنشاء لك سهل لإحتمال هذا هذا ترى تشبير طويل وإذا تقدر تحفظه بعد هاي هيا ما شين نجي I am أنا now الآن in في third intermediate الثالث intermediate المتوسط at school في المدرسة and I am أنا enjoying استمتع my lessons بدروسي my best friend شوف my best friend المفضلة وfriend صديقتي صديقتي المفضلة at school في المدرسة is Sally إيش اسمها اسمها سالي she is هي really creative هي مبدعة بصنع الأشياء بعمل الأشياء فلاحظ high creative معناها مبدعة إذا واحدة عدك مبدعة أو صديقك مبدعة تجيل creative معناها مبدعة so لذلك she likes هي تحب the art lessons دروس الفنية she شوف lessons دروس art الفنية دروس الفنية she هي paint تصبغ أو ترسم really well يعني بشكل جيد أو بشكل حسن really معناها حقا بشكل جيد I أنا أريد to learn أن أتعلم and she said وهي قالت she she will هي سوف teach me تعلمني بعد she is very helpful هي جدا مساعدة يعني تساعد I أنا ساب أنا قلت I will أنا سوف help her أو ساعدها with مع her maths اللي هو الرياضيات homework الواجب البيتي اللي خاص بالرياضيات راح تساعد به بعد نجي لها she likes هي تحب maths الرياضيات but لكن she is not very good at it لكن هي ليست جيد شوف هي ليست جيد جدا فيه يعني هي ممكن زين بالرياضيات بعد راح يخصف شكلها سالي is very nice سالي شكلها جميل حسنة المظهر اوكي but لكن a bit short نوعا ما شوف a bit short نوعا ما قصيرة she has هي لديها she has got she has got هي لديها beautiful جميل curly اللي معناها شعر مجعد brown bunny وهي her اللي هو شعر هي لديها شعر جميل مجعد bunny and dark dark معناها داكن او غامق brown bunية eyes عيون bunية غامقة لاحظ eyes معناها عيون بعد she is very kind عطوفة جدا and really good fun وحقا ممتعة يعني ممم ولا ممتعة good fun تقدر تقول much fun كيف بعد she is also هي كذلك very friendly ودودة جدا and i think انا اعتقد we are going to نحن سوف بنكون good friends اصدقاء جيدون forever او صديقات جهدات forever الى الابعد بعد email me soon راسليني قريبا دينا هذا عزيزي الطالب او عزيز الطالبة هذا اذا تردين تحفظي حفظي ما تردين تحفظي خلى نروح للانشاء الثاني ايضا تقدرين تحفظينا وتقدمينا وتقدرين تغيرين الاسماء وتقدرين كل شي سوين رح نيجي المل للانشاء الثاني نفس الآلية ونفس الطريقة to يونس الى يونس from من زيد زيد الكاتب اوكي ورح شوف اجو from زيد بعدها نيجي للصبجكت سنو الموضوع اللي هو صديق المفضل ولو تلاحظ مرحبا يونس انت تحكي هاي يونس مرحبا هناك شاب جديد وتقدرين اذا تردين تغيرين الاسماء تتغير ومكان ما شاب تكتبين فتاة فلاحظ there is a new guy شاب جديد in our class في صفنا he came هو جاء to the school الى المدرسة some time بعض الوقت some time يعني وقت ما last week الاسبوع الماضي نفس ما علمتك الزم الجملة قطحها وشتغل عليها he is cold هو يدع احمد احمد اسمه اسمه احمد he is really cool انه او هو حقا ضريف واسمه اسمه احمد هو حقا ضريف he is good at loads of things هو جيد في العديد او الكثير من الاشياء he is really good at volleyball وحقا جيد في كرة الطائرة الطائرة جيد الطائرة he هو was هو كان on my team كان في فريقي and we won نحن نفوز easily بسهولة بعد he is funny looking هو شون شكل مضحك اوكي شكل شين looking شكل funny مضحك شكل مضحك he is quiet tall هو نوعا ما طويل with short straight block مع شعر قصير سرح اسود لاحظ هذا ترتيب الصفات he is clever هو ذكي on to elective متحدث يعني يحتي why ما يستحيل on يعني مو ما يستحيل يعني ما يستحيل صديق يعني وك واحد خجول ما يحتي انت why وك واحد لا عادية to elective متحدث وان ما شاء بل بل اوكي نجي المن نجي لهاي on really good fun وحق شنو ممتع هو ممتع and he is really kind to وهو حقا عطوف ايضا tell me your news اخبرني باخبارك يعني اوكي اخر اخبارك وبالاخير زيد بعد ما قرأنا وتجمنا ذني الانشاء راح نصعد انياك حتى نجاوب على الاسئلة اللي فوق وننزل للي جوه ولو تلاحظ يقلك find jid لاحظ هنا find jid one thing شيء ما سالي عند احمد سالي و احمد have in common مشتركين بي اوكي مشتركين بي شنو هذا الشي لو تلاحظ they are both كلاهما good fun ممتعين and شنو and kind وعطوفين راح تشوف اكو good fun عد احمد على احمد وgood fun على سالي وراح تشوف الkind العطوف على سالي وعطوف عد ادمنو وعد احمد بعد find jid three differences jid thalاث differences اختلافات in appearance في المظهر بتوين بين سالي و احمد و لو تلاحظ عزيز الطالب سالي اول بداية سالي سالي is very nice looking شكلها حلو اوكي حسنة المظهر she is a bit tall نوعا ما طويلة بعد she is also friendly وهي كذلك شنو ودودة بعد نروح علم نروح لحمد و لو تلاحظ احمد is funny looking اللي هو شيكلش بي مضحك هاي بعد قسمتك بعد he is quite tall هو نوعا ما طويل وشوف هذي short بعد he is clever هو ذكي فهذي اختلافات موجودة عد سالي وما موجودة عد احمد و الى اخر راح ننزل جوه عزيز الطالب حتى نحل الاكتيفتي بي طبعا راح احلها هنا وراح احلها وين بالكراسة يقول لك ريد اقرأ the emails الاميالات again مرة اخرى هو جاوب لي هو معناها من is good at maths من هو اللي جيد بالرياضيات من هي اللي جيدة بالرياضيات والجواب احمد ليش لان احمد جيد بالرياضيات وبالعلوم وباللغة الانجليزية بعد has brown eyes من هو اللي عدها او عدها عيون بنية والجواب سالي من هو اللي is friends من هي صديقة سالي بساطة من هي دينة لاحظ بعد من هو is good at english من هو الجيد باللغة الانجليزية احمد من هو من هو اللي عنده هاز short straight ها اللي عنده شعر قصير شوف او شنو straight اللي يكون شنو يكون سرح من هو اللي عده هذا لو تلاحظ عزيز الطالب احمد ليش لانسالي كيرل شعرها شنو مجعد بعد talks سالات يتحدث كثيرا من هو احمد يتحدث كثيرا بعد plays volleyball من يلعب volleyball ايضا من هو احمد بعد الثامن is a friend يعني who is a friend التكرر بهاي who is a friend with يونس من هو صديق مع يونس صديق يونس اللي راح يودي له الاميال اكيد زعيد هذا بالنسبة عزيز الطالب الشرح وتفصيل صف 11 اشتركوا في القناة